أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب قراراً بإنشاء وحدة الحوافز الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار وذلك بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروات الطبيعية وأكد محمد عبدالوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة نظراً لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل فضلاً عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تقدم خطة التنمية الاقتصادية